موسيقى بركاته ومعاكم من مدارس دور المعارف نأخذ درس جديد من دروس الصفة الثالثة الابتدائي من مادة اكتشف درس النهاردة يتكلم عن ايه درس النهاردة بعنوان الفيتامينات والمعادن الفيتامينات والمعادن من ضمن العناصر الغذائي المهمة اللازمة للنمو الجسم نموه صحي فعلشان ابقى بصحة جيدة لازم اتناول اكل فيه فيتامينات ومعادن تعال نشوف ايه هي انواع الفيتامينات اللي انا بلاقيها في الاكل عندي فيتامين الف وفيتامين بي اتنين وفيتامين بي اتناشر وفيتامين بي واحد وعندي فيتامين جيم وفيتامين دال وفيتامين ها طيب بلاقي فيتامين انفين في الجذر وكمان في البرتقون وبلاقي فيتامين بي اتنين في البيض وكمان بلاقي فيتامين بي اتناشر في اللبن وفيتامين وبلاقي فيتامين جيم في الكيوي والفلفل الاحمر وفيتامين دال في السمك والجبنة وفيتامين ها بلاقي في الدرة والامر وفيتامين بي واحد بلاقي في اللونس الرغزائي بلاقي في البطاطا تعالوا بقى مع بعض نشوف المعادن احنا اخدنا الفيتامينات واخدنا عندي انواع من الفيتامينات عندي كمان انواع من المعادن والمعادن برضو عنص الرغزائي مهمة جدا جدا بحتاجه علشان جسم الانسان بيتمتع بصحة جيدة فهي بتساعد على بناء عظام واسناك كوية عندي بوتاسيوم وعندي كمان حديد وزينك وكالسيوم وكمان يود وفوسفور ودي الاكلات اللي بلاقي فيها المعادن بدون وجود فيتامينات ومعادن جسم الانسان هيمرض وكمان مش هينمو بشكل طبيعي فانا لازم انقامشي على نظام غزائي صحي النظام يكون في العناصر الغزائية الصحية اللي هي من ضمن العناصر الغزائية الصحية البيتامينات والمعادن وكمان عندي عنصر مهمة جدا جدا اللي هو البروتينات وبروتينات عنصر مهمة جدا بيقوي اعضلات جسم الانسان بلاقي بقى فين الاكل اللي بلاقي فيه البروتينات بلاقي البروتينات في الاسماك وفي اللحوم وفي الدواجل وكمان في البقوليات والمكسرات والبيتام الدهون عنصر الغزائية مهمة جدا جدا بيومدنا بالطاقة بس طبعا لازم ان ناكل الاكل اللي فيه دهون بس بنسب قليلة جدا علشان لو اكلنا بنسب كتيرة ده بيأثر على جسم الانسان تأثير سلبي بلاقي الدهون فيه اللبن والزباتي والجبن والذبط والزيت عندي كمان كربوهايدرات ونصر الغزائية مهمة جدا جدا لنمو جسم الانسان الكربوهايدرات دايما بيمد جسم الانسان بالطاقة وبلقيه في الخبز والحبوب والارز والمعكرون واخدنا ان الفاتمينات بتمدنا برضو بالطاقة وبلقيها في الفواكه والخضروات يبقى جسم الانسان محتاج عناصر غزائية مهمة جدا لهم الخمسة اللي احنا اخدناهم علشان ينمو نمو صحي اللي هو الفيتامينات والمعادن والكربوهايدرات وكمان الدهون وكمان بروتينات انا عندي البطاطا عايزين نعرف ايه هي عناصر غزائية الموجودة فيها بلاقي في البطاطا كربوهايدرات وكمان بوريتي وكمان بلاقي في فيتامين عندي كمان اللبن بلاقي في ايه اللبن ده من ضمن المشروبات اللي بلاقي فيها كل العناصر الغزائية المهمة لواقربوهايدرات والبروتين والدهون والفيتامين والمعادن وكمان هنا عندي الخيار بلاقي في ايه بلاقي في الخيار هفكروا معايا فيتامين وكمان بلاقي في معادن طيب تعالوا مع بعض كده هنحسب ونشوف مع بعض ايه فايدة السكريات وايه اضررها وعلى جسم الانسان طبعا جسم الانسان بيحتاج الى بعض السكريات يعني نسبة قليلة كده من السكريات لان لو زودت من تناول سكريات ده بيؤثر على جسم الانسان طب تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي السكريات بتأثر على جسم الانسان واكيد احنا عرفنا ان هي بتدي للجسم الانسان طاقة بتساعده على ممارسة الرياضة ايه اضرار تناول كميات كبيرة من السكريات اول حاجة مع تناول كميات كبيرة من السكريات دي بتسبب ان هو بيحصل تسوس للاسنان وكمان بتسبب ان هي بتوصل الانسان ان هو يوصل لحالة مزاجية ان هو مزاجه بيبقى سيء جدا جدا وكمان بتأثر على القلب ومع الوقت جسم الانسان بيفضل يمتص الكميات الزيادة من السكريات وبيدخل وبيتأزى وكمان بيوصل ان هو ممكن يوصل امراض القلب وامراض تانية كتير بسبب تناول الكثير من السكريات طيب وكده الدرس النهاردة يكون خلص واتمنى تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته